على زي النيابة العامة في بروكسل اطلاق صراح الرئيس الكاتلوني المقال كارليس بوتشيمون ومستشاريه الأربعة بشكل مشروط من جانب قاضي التحقيق وكانت النيابة العامة أشارت في وقت سابق إلى أن بوتشيمون ومستشاريه الموجودين في بلجيكا والذين أصدرت مدريد بحقهم مذكرة توقيف أوروبية سلموا أنفسهم صباح الأحد إلى الشرطة المحلية هذا ويعود تنفيذ مذكرة التوقيف الآن إلى هيئة قضائية أخرى في بروكسل خلال الأسبوعين المقبلين